مرحباً بكم في فيديو جديد على قناتنا مبدعون أعرف طريقك اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جداً لكل شخص يسعى لتحقيق النجاح في حياته العملية والشخصية وهو الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي قد يكون المفتاح الخفي وراء قدرتك على التعامل مع الضغوط اليومية بناء علاقات صحية وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية الذكاء العاطفي ببساطة هو قدرتك على التعرف على مشاعرك وفهم مشاعر الآخرين يشمل عدة مهارات مثل التعاطف والتحكم في الانفعالات والقدرة على التعامل مع التوتر والتواصل بشكل فعال كل هذه المهارات تجعل الشخص أكثر قدرة على اتخاذ قرارات حكيمة سواء في العمل أو في الحياة الشخصية في بيئة العمل قد تظن أن النجاح يعتمد فقط على المهارات التقنية أو المعرفة الأكاديمية لكن الواقع مختلف الذكاء العاطفي يلعب دوراً كبيراً في تحسين الأداء الوظيفي أولاً يساعدك على التعامل مع الضغط المهني بشكل أفضل عندما تواجه تحديات أو مواقف صعبة قدرتك على التحكم في انفعالاتك واتخاذ قرارات هادئة سيجعلك مميزاً ثانياً الذكاء العاطفي يعزز القيادة القادة الذين يمتلكون هذه المهارة يفهمون مشاعر فريقهم ويعرفون كيف يحفزونهم لتحقيق الأهداف المشتركة ثالثاً الذكاء العاطفي يسهم في تحسين علاقاتك مع زملائك بدلاً من الدخول في نزاعات ستتمكن من فهم وجهات النظر المختلفة والتعامل معها بحكمة في حياتنا الشخصية يمكن أن يكون الذكاء العاطفي مفتاحاً لعلاقات ناجحة ومستدامة في العلاقات العاطفية يساعدك الذكاء العاطفي على فهم احتياجات شريك حياتك وبناء علاقة قائمة على الاحترام والتفاهم كما أنه يعزز قدرتك على التواصل بشكل فعال مع الأصدقاء والعائلة مما يخلق بيئة داعمة وإيجابية حولك الذكاء العاطفي أيضاً يمكن أن يساعدك على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية عندما تفهم مشاعرك وتعرف كيف تدير وقتك وضغوطاتك ستجد نفسك أكثر سعادة واستقراراً الخبر الجيد هو أن الذكاء العاطفي يمكن تعلمه وتطويره واحد ابدأ بالوعي الذاتي قم بتحليل مشاعرك في مختلف المواقف ما الذي يسبب لك التوتر أو السعادة اثنان مارس التعاطف حاول أن تضع نفسك في مكان الآخرين لفهم مشاعرهم بشكل أفضل ثالثاً تحكم في انفعالاتك قبل أن ترد على موقف معين خذ لحظة للتفكير في رد فعلك الرابع حسن مهارات التواصل كن صريحاً وهادئاً عند التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك الذكاء العاطفي هو أحد أعظم الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تحقيق النجاح سواء في حياتك المهنية أو الشخصية إذا كنت ترغب في أن تصبح أكثر قدرة على التحكم في مشاعرك وبناء علاقات قوية فلا تتردد في البدء بتطوير هذه المهارة شاركونا في التعليقات كيف يؤثر الذكاء العاطفي في حياتكم؟ ترجمة نانسي قنقر